أولا التغيرات الفيزيائية حالات الماء وتحولاتها نلاحظ من بعض المشاهدات اليومية حدوث تحول لبعض المواد مثل تجمد المياه في مجمد الثلاجة أو تبخرها بالتسخين وكذلك حدوث صدق للحديد أو تلف الأطعمة عند تركها فترة من الزمن وتعرف هذه التغيرات بالفيزيائية أو الكيميائية أولا للتعرف على التغيرات الفيزيائية قم بعمل النشاط التالي أحضر كأس زجاجي لوح زجاجي صغير أو مرآة لهب حامل وعاء بوتقة قطع ثلج انتبه عند إجراء الأنشطة لا تقترب من اللهب أو المواد الساخنة خطوات العمل ضع قطع الثلج في الكأس ثم ضع الكأس فوق اللهب ماذا تلاحظ؟ تحول الثلج إلى ماء انصهار استمر في التسخين ماذا تلاحظ؟ تحول الماء إلى بخار ماء تبخر ضع اللوحة الزجاجي الصغير أو المرآة في مواجهة البخار المتصاعد ماذا تلاحظ؟ تحول بخار الماء إلى قطرات مائية تكثيف اجمع القطرات في الوعاء ثم ضعها في مجمد فريزر الثلاجة ماذا تلاحظ؟ يتجمد الماء ويتحول إلى الثلج تجمد الاستنتاج حدث تغير في حالة الماء بالتسخين أو التبريد